السلام عليكم انا احمد الامام وده الفيديو الرابع من سلسلة جيت اوبس اند كوبرنيتس وهنتكلم عن الفصل التالت الفصل التالت بيكلم عن الانفارمنت والانفارمنت معناها لو انت عاوز تكارية بيئة معينة لعمل غرض معين والانفارمنت هنا بتعبر عن مرحلة من المراحل اللي بيمر بيها الكود بتاعي لحد ما يطلع للبرودكشن ويقدر اليوزر يستخدمه ففي عندنا اكتر من مرحلة وهنتكلم عنهم بالتفصيل في الفيديو ده والمراحل دي بتختلف على حسب حجم التطبيق وعلى حسب الشركة برضو لان كل ستيب انت بتحطها بتبقى فيه تكلفة في المقابل فاحنا هنستعرض كل المراحل بس ده مش معناه ان انت ملزم او مجبر تستخدم كل المراحل دي في الابليكيشن بتاعك بمعنى انك ممكن تستخدم اتنين او تلاتة منهم ويكونوا كافيين بالنسبة لك بالنسبة لحجم الابليكيشن بتاعك وممكن تبقى محتاج كل المراحل دي فاحنا هنستعرضهم وانت تقدر تختار ايه المناسب لشركتك او مناسب للابليكيشن بتاعك فاحنا في الفيديو ده هنوضح الابليكيشن بس ده مش معناه بالضرورة ان انت لازم تتبع كل الخطوات دي بس المهم انك تبقى فاهم كل مرحلة بتحل مشكلة ايه عشان وقتها انت تقدر تختار وتقول لا انا مش مهمة بالنسبة لي المرحلة دي انا قدر عمل لها سكيب ففهمك لكل مرحلة وايه اللي المفروض يحصل فيها هيخليك تقدر تكرر بنفسك وتقول لا انا المرحلة دي مش مفيدة قوي بالنسبة لي او انا مش محتاجها في الابليكيشن بتاعي في الوقت الحالي واقدر عمل لها سكيب وهكذا فخلينا نستعرض الهدف عموما من اللي احنا بنعمله الهدف ان احنا عاوزين الكود يطلع لليوزر فعشان الكود يطلع لليوزر مش هينفع نعمل الكود وانطلعه مرة احدى على البروداكشن لان في مراحل المفروض تحصل قبلها من ان انت تتأكد اولا ان الكود شغال وبعد كده تعمل تستنج للكود وتتأكد ان الكواليتي بتاعت الكود بتاعتك كويسة وفي الاخر تقدر تطلع المنتج النهائي لليوزر فانت عندك الكود بتاعك اللي انت محتاج تعمله ديبلوي والكود ده ليه رون تايم ديبندنسيز ودي هي ايه اللي الكود بتاعك بيحتاجه عشان يحصلوا رون يعني لو انت بتستخدم نوت G.S فانت محتاج نوت G.S. رون تايم ولو انت بتستخدم روبي فانت محتاج تنستول روبي وهكذا بعد كده الكوب بتاعك بيحتاج الكونفجريشن اللي عن طريقها يقدر يعمل رن سواء مثلا الانفورميشن بتاعة الداتابيز عشان تقدر تعمل كوننكت عليها او لو عندك ديستريبيتد كاشين بتستخدمها في الابليكيشن بتاعك وهكذا فانت محتاج تضيف المعلومات دي عشان الابليكيشن يقدر يعمل له رن في حالة كوبرنيتس زي ما قلنا فاحنا لو بنستخدم كونتينر سواء دوكر او غيره فاحنا الابليكيشن بتاعنا بكل الديبندنسيز بالكونفجريشن بتاعته المفترض انها موجودة في ايميج والاميج دي احنا بنعمل لها فلو احنا محتاجين نفصل الكونفجريشن بتاعنا بحيث تكون مختلفة من الانفورمينت للتانية فالكونفجريشن اللي احنا هنحتاجها عشان نرن الابليكيشن في الحالة دي هتبقى بحيث تتغير على حسب نوع الانفورمينت اللي انت محتاجها فيه بحيث انت وانت شغال مثلا انت محتاج تتست الكود على انفورمينت معمولة بس انك تتست فما ينفعش تكوننكت على الداتابيس بتاعت البردكشن مثلا فخلونا نتكلم عن انواع الانفورمينت وخلال كلامنا عن كل الانواع هيبدأ توضح لنا الصورة فانت بعد ما عملت تست للكود بتاعك لوكل على المشين بتاعتك وعملت التستات وتأكدت ان التستات شغالة لوكلي وبعد ما حصل كود ريفيو للكود بتاعك وتأكدتوا ان الكود ده الى حد ما مفوش اي مشاكل فانت محتاج تطلع الكود ده عشان يتعمله تست فاول انفورمينت بتظهر معانا هي الكيو ايه والكيو ايه هي اختصار للكواليتي أشورنس والهدف منها ان انت تعمل تست اولي للكود بتاعك على ريل انفورمينت بحيث يقدر يدخل الكيو اي تيم او الديفولوبر نفسه يقدر يتست يتأكد ان ده شغال على حسب نوع الشركة لان فيه شركات ما بتحتاجش كيو اي تيم وبتعتمد ان الديفولوبر هيميك شور من الكواليتي بتاعة الديليفر بتاعه فهي اسلوب يختلف من شركة لتانية فاحنا هنتكلم عن الانفورمينت في حد ذاتها المهم ان هي دورها ان انت تست عليها الكوب بتاعك سواء انت او الكواليتي أشورنس تيم فانت بتتأكد ان السيرفز شغالة كويس وان الفانكشناليتي بتاعة الكوب بتاعتك شغالة زي ما انت متوقع تاني انفورمينت وهي الـ E2E ودي اختصار للـ End to End وهنا دي المرحلة اللي بعد الـ QA بعد ما تأكدنا ان الكوب بتاعنا شغال محتاجين نتأكد ان الـ Integration بتاعنا شغال مع بقية السيرفز فلو انت بتتعامل مع سيرفزز تانية او External Service فانت محتاج تتأكد ان السايكل ككل شغالة كويس مش بس الجزء الخاص بالكوب بتاعك ودي من المراحل اللي بيسموها Pre-Production فانت في المرحلة دي بتحاول تتأكد ان الفلو كامل من اول ما اليوزر بيدخل لحد ما يحقق المطلوب ان السايكل دي كلها شغالة كويس بس في المرحلة دي احنا استيل في مرحلة التستنج فما فيش اي اكسس لاي داتا متعلقة بالـ Production وما فيش اي ترافيك من Real User بعد كده المرحلة التالتة وهي مرحلة الـ Stage ومرحلة الـ Stage دي هي المرحلة اللي بعد ما عملنا تستنج على الـ QA وبعد كده عملنا تستنج على الـ End to End فحاليا احنا محتاجين ان تست الكوب بتاعنا شغال على Real Data فاحنا في الـ Environment دي هنكوننكت فعلا على الـ Database بتاعت الـ Production بس الترافيك هيكون جاي مش من Real Users هيكون ترافيك إنترنالي من الشركة نفسها منك انت او من الـ Team اللي بيتست وفيها هتتأكدوا كأنكم يوزر عادي وبيحاول يمشي الفلو الطبيعي بتاعه وتشوفوا وتتأكدوا ان الفلو كله شغال مظبوط بس المرحلة دي اللي اختلاف ما بينها ان انت بتست على Real Database فانت بتكوننكت على الـ Database الفعلية نفسها بحيث تتأكد ان الفلو شغال تمام مع الـ Real User بس طبعا انت لازم تمكشور ان انت ما تبوضش الـ Data لان انت بتتعامل مع الـ Database بتاعت الـ Production فاللي بيتستع وبيتأكد في المرحلة دي لازم ياخد باله من النقطة دي فانت مثلا لو الـ Deployment بتاعتك بتعمل تشينج للسكيمة بتاعت الـ Database وهتغير فيها فلازم تاخد بالك ان ده ممكن يأثر على الـ Users في الـ Production فدي تعتبر من المراحل اللي لازم يبقى فيها الاهتمام زيد شوية لان انت خلاص بتلعب في الـ Database الخاصة بالـ Production نفسها فده ممكن يأثر على الـ Users بعد كده المرحلة الاخيرة وهي الـ Production بعد ما الكود بتاعك عد مرحلة الـ Stage وحصل verification انه هو شغال بشكل كويس فحاليا ده الوقت عشان نطلع الكود لـ User في الفيديوهات اللي بعد كده هنتكلم عن الـ Deployment Techniques وازاي نطلع الكود ده لـ User تدريجيا بحيث ما نطلعش الكود مرة واحدة بحيث لو حصل مشاكل ما تأثرش على عدد كبير من الـ Users فبنعمله Gradually مثلا على 10% من الـ User وهكذا زي ما قولنا قبل كده عن الـ Canary Deployment بس طبعا هنتكلم عنهم بالتفصيل في الفيديوهات الجاية فاحنا حاليا تركزنا على الـ Environment فالـ Environment زي ما قولت هي عبارة عن مرحلة الهدف من كل الـ Environment دي ان انا اخلق بيئة معزولة بحيث انفذ تاسك معينة والتاسك اللي احنا محتاجين لنفذها هي التأكد ان الكود شغال بشكل كويس عشان ما نطلعش الكود مرة واحدة وانزعها لـ User فده كل الهدف من الموضوع فاحنا بنحط Steps عشان نتأكد ان الـ Quality بتاعتنا كويسة وعلى حسب اهمية الـ Product واهمية الجزء ده من الـ Product وعلى حسب الـ Resources والفلوس بتاعت الشركة بيتحدد عدد المراحل اللي بنضيفها فانت ممكن في شركتك تكون بتستخدم نفس الـ Environment دي بس عدد اقل او بأسامي مختلفة فاحنا بنقول الـ Optimal Case وانت بتختار الكيس المناسبة للـ Application او الشركة بتاعتك طيب الـ Environment دي بنتعامل معها ازاي في كوبورنيتس زي ما قلنا ان كل Application بيكون ليه بعض الـ Properties اللي بتختلف من Environment للتانية فانت مثلا في المرحلة الـ QA او الـ End to End انت بتست على الـ Database مختلفة عن الـ Database بتاعت الـ Production اللي بيدخل عليها اليوزر فانت محتاج لكل Environment تقول ان انا عايز اكون نكت على الـ Database دي فلازم الـ Configuration تبقى مختلفة Bare Environment وفي كوبورنيتس كل Environment بيكون ليها Network Policy فعن طريق الـ Network Policy هتقدر تحدد ازاي هيتم الاتصال بالـ Boot بتاعك بين الـ Network الداخلية او الخارجية وداخلية قصد بيها داخل الـ Cluster بتاعك والخارجية هي خارج الـ Cluster وممكن خارج كوبورنيتس ذات نفسه مع اي External Service فالـ Communication عندنا هي نوعين وبنقدر نحدد ده عن طريق الـ Ingress والـ Agress والـ Ingress هي المسؤولة عن الـ Communication اللي جاية للـ Application بتاعك او للـ Cluster بتاعك والـ Agress هي الـ Communication اللي خارجة من الـ Cluster بتاعك فأي Communication جاية من External Traffic للـ Application بتاعك فهي الـ Ingress جاية من In وأي Communication او Traffic خارج من الـ Application بتاعك لأي Service خارجية فهي الـ Agress والـ Network Policy بتسمحلك بالتحكم في الـ Traffic الخارج والداخل من الـ Cluster بتاعك ومن الـ Name Space حتى فتقدر عن طريقها تمنع الـ Communication ما بين الـ QA Environment وأي Environment تانية بحيث ما يحصلش بالغلط مثلا ان انت تكونكت من الـ End-to-End Environment أو الـ QA Environment الـ Environment اللي بتـ Access الـ Resource بتاعت الـ Production فهي بتقوم بالعزل ده فما ينفعش الـ Name Space مثلا تشوف الـ Name Space التانية فالـ Network Policy بتسمح لنا ان احنا نعمل Blocking أو Control بأكتر من طريقة أول طريقة زي ما قلته هي الـ IP وتاني طريقة وهي الـ Name Space وتالت طريقة انك تقدر تـ Control على الـ Boot Level نفسه فتسمح لبعض الـ Boots بان مثلا يخرج منها ترافيك او يجي لها ترافيك من بعض الـ Networks والبعض التاني لا فهي بتديك flexibility انك تقدر تـ Control بالطريقة اللي انت محتاجها كمان في حاجة اسمها R-B-A-C ودي جاية من اسم Role Based Access Control وهنا انت بتقدر تعمل Control على الـ User Level بحيث تقدر تدي الـ User Access على Environment معينة و Environment تانية لا عشان تقلل الأخطاء الممكنة فانت مش بتدي Access لكل الناس مثلا على الـ Production فعن طريق الـ R-B-A-C بتقدر تعمل ده وزي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت ان معظم الـ Configuration دي من كوبرنيس بالتامة عن طريق الـ Selector فلو احنا عاوزين نعمل Control ده عن طريقة الـ Name Space أو طريقة الـ Pod فاحنا هنستخدم الـ Selector بس لو عايزين نعمل Blocking by IP هنستخدم CIDR Range كده الفيديو ده انتهى الفيديو الجاي ان شاء الله هنشوف مع رجا بالـ Demo وهيكلمنا بالتفصيل ويغطي بعض النقاط اللي انا اتكلمت عنها بشكل نظري فاشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله سلام